أعزائي المتابعين من مصر التربية السورية لكم تحيياني بإستانبريكا في موجود أفضل من مجلس الرياضيات في تربية الحمص ومن إستاذ العالي حنوة مدرية الرياضيات في الحمص ومن كاتر المنصر التربية السورية سيقدم لنا الإستاذ العالي موقف التعليمية في تحييي التوافقين للسحر مرحباً بكم تتابع بحل مسائل السحر في النشاط الأول الحال الثالثي السحر في آن معك تتأمل صندوقاً يحوي أربع كرات أحمد الأرقام ستة وسبعة وثماني وتسعة نجد التجربة الآن نسحب في آن معاً ثلاث كرات من الصندوق إذن نسحب في آن معاً أي أن الكرات الثلاث تسحب سوية تدون أرقام الكرات الثلاث المسحوبة نلاحظ هنا بما أن الكرات تسحب معاً فإن كل نتيجة للتجربة هي مجموعة جزئية مكونة من ثلاثة عناصر مأخوذة من المجموعة إيه والتي عناصرها ستة سبعة وثماني وتسعة الطلب الأول كم عدد النتائج الممكن لهذه التجربة؟ إن عدد النتائج الممكن لهذه التجربة هو عدد المجموعات الجزئية المكونة من ثلاثة عناصر والمأخوذة من مجموعة عدد عناصرها أربعة إذن عدد النتائج يساوي تواثيق أربعة ثلاثة ويساوي أربعة في الثلاث أثناء كم عدد النتائج الممكنة والتي يظهر فيها العدد سبعة؟ عدد طرق اختيار العدد سبعة في أحد السحبات هو تواثيق واحد واحد لأنه لدينا كرة واحد فقط تحمل الرقم السبعة وعدد طرق اختيار الكرتين الباقيتين من الكرات الثلاث الباقية هو تواثيق ثلاثة ويساوي تواثيق واحد واحد هي واحد وتوفيق ثلاث اثنين هي ثلاثة إذا الناتج هو ثلاث كم عدد النتائج الممكنة والتي يظهر فيها العددان 8 و 9 عدد طرق اختيار تحمل الرقم 8 هو توافق 1 و 1 وأيضا عدد طرق اختيار تحمل الرقم 9 هو توافق 1 و 1 وأخيرا عدد طرق اختيار الكرة الثالثة من بين الكرتين الباقيتين هو توافق 2 و 1 إذن عدد النتائج الممكنة في هذه الحالة هو توافق 1 و 1 ضرب توافق 1 و 1 ضرب توافق 2 و 1 الناتج هو 2 نتمنى الفائدي و شكرا لحسن المتابع شكرا